الانضباط يقدر يودينا لحتة تانية خالص ليحة بنودها واضحة وحزمة بيتم تنفذها على الكل بنفس المسطرة من غير تفرقة بسبب لون التيشرت أو حجم الجماهرية النادي أو المسؤول أو اللاعب أو الجمهور اللي بيغلط بيتعاقب ولأن العقوبة واحدة على نفس الفعل مش هيبقى فيه أسئلة زي ليه وش معنى؟ لأن كل حاجة هتبقى واضحة والقرار ده يتنفذ قبل كده ولسه هيتنفذ وقتها كله هيبقى عارف اللايحة عامل حساب اللي بنودها وعارف حقوقه لو اتعرض للظلم وإيه الخطوات اللي هيمشيها وقتها كل حاجة هتبقى واضحة زي الكارت اللهمر اللي بيطلعوا الحاكم في المطش انت تبقى عارف العقوبة مش مش ساني حد يقولك اللاعب ده هيتوقف قد إيه والسؤال هنا ليه الموضوع مش بيمشي بالهدوء ده في مصر الموقع الرسمي للاتحاد الكرة المصري مش بيتضمن أي لوائح جديدة للانضباط بعد 2019 فكنا محتاجين نتأكد ان اتحاد الكرة لسه ماشي بنفس اللايحة وما ضايرتش بعد أربع سنين لقينا خبر في فبراير اللي فات وقت تشكيل اتحاد الكرة للجنة جديدة للانضباط بيقول ان اتحاد الكرة بعت للأندية نص المادة 24 من اللايحة واللي بيينص على ان اي عنصر من عناصر اللعبة وجه اساءة للمجلس او للجنة الانضباط بيتعرض للعقوبة وبمراجعة نص المادة المذكورة في الخبر بنص المادة 24 في لايحة الانضباط اللي موجودة على اتحاد الكرة لقينا ان هم واحد يعني لايحة الانضباط ما ضايرتش الحمد لله نبص بقى على الليحة هنلاقي ان المادة السادسة بتدل حق اللجنة الانضباط في ان هي تفصل في اي نزاع ما بين عناصر اللعبة او الاندية في حالة تقديم اي طرف لشكوى ضد الاخر او في حالة ان اللجنة شافت ان في حاجة مخالفة للقيم وللاخلاق الرياضية وقتها اللجنة من حقها ان هي تحقق وتاخد قرار واللي بيعمل التحقيق ده مش من حقه ان هو يشارك في اصدار القرار او العقوبة وتقدر لجنة الانضباط ان هي تتخذ قرارات حتى لو مرائب المباراة او الحكم ما دونش الوقع في تقريه هم شافوا حاجة فكرروا انهم ما يحققوا فيها فوجدوا فيه حد مخطئ فممكن يعبوه وده اللي حصل في ماتش السوبر 2020 ما بين الاهلي والزمالك وقتها عمر الجنيني رئيس اتحاد القرى صرح ان لجنة الانضباط اعتمدت على 16 فيديو من زوايا مختلفة علشان يفضوا القرار في العقوبات اللي وقعوها وقتها بقية المنود بتحكيلنا ايه هي المخالفات والشكاوي اللي لجنة الانضباط ممكن ان هي تحقق فيها وكمان ايه هي العقوبات اللي يحق للجنة الانضباط اللي هي تاخدها لو لقيت ان فيه مخطئين لكن الليحة مش بتحدد مدة الاقاف اللي ممكن لجنة الانضباط تاخدها بناء على الفعل اللي حصل سيبة تحديد المدة ده مفتوح للجنة هي اللي اتكرر بناء على التحقيق اللي عملو ويمكن دي اهم ملاحظة واغرب ملاحظة في نفس الوقت وزي ما الليحة محددتش مدة اقاف معينة فهي برضو مجاوبتش على اسئلة كتير مهمة زي مسلا لو حد قدم تظلم هل ده يوقف العقوبة لحين البت فيه ولا لا وهو ده السؤال اللي مسبب دلوقتي خناء جماهرية هل تظلم الاهلي على عقوبة كهرباء يوقف تنفيذها وبالتالي يحقله ان هو يشارك ضد الزمالك في ماتش السوبر ولا الموضوع شبه عقوبة امام عشور في 2021 وقتها الزمالك قدم شكوى على عقوبة اقاف امام عشور 12 ماتش وطلب وقف تنفيذ العقوبة لحين البت في التظلم لكن ده ما حصلش وهنا فيه مشكلتين المشكلة الاولى ان اتحاد القرى بيقول ان الزمالك اصلا ما قدمش استقناف على عقوبة اقاف امام عشور والمشكلة التانية ان الزمالك بيأكد ونشر فعلا خطابات بيقول ان هو وجهها لاتحاد القرى علشان اقاف عقوبة امام عشور الجوابات دي بقى وصلت اتحاد القرى او ما وصلتش المهم ان اقاف امام عشور اتنفس في النهاية رئيس لجنة الاستقناف وقت عقوبة امام عشور قال ان البت في التظلمات بيكون بعد عشر تيام من اصدار العقوبة وهي دي المدة اللي بيحق فيها لاي طرف انه يقدم استقناف على قرار العقوبة ودي برضو نقطة مش موضحة الليحة بتاعة لجنة الانضباط على موقع اتحاد القرى فكل نادي بيدور اكيد على حقوقه وحقوق لعبته بس بيدخلق معاه سؤال اش معنى بيت المؤمل بيقرب قبل بيت الظالم واهملت في الاجابة على كل الاسئلة دي رغم ان بسهولة جدا تقدر توضح ده في الليحة بتاعتك بيحطك دايما في خانة المتهم من الاندية وجماهرها فحتى لو معاملتك واحدة لكل الاندية المشكلة هنا ان انت ما بتجاوبش على اسئلة كل الناس بتدور على اجابتها ليه العقوبة دي وليه خدت قرارك ويه هي الخطوات اللي انا مفروضة امشيها لو انا مظلوم كل الحاجات دي لو اتجاوبت كل الاندية وقتها هتبقى ماشية نفس الطريق والجمهور هيبقى شايف ان ده زي ده يعني مثلا لو دخلت على موقع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم هتلاقي ليحة الانضباط بتاعة الموسم ده مش الموسم السابقة لان دي حاجة تتجدد سنويا هتلاقيها متاحة للتحميل باكتر من لغة وبتجاوب على كل الاسئلة ومحددة اجابات كل الاسئلة اللي انا قلتها دلوقت دي وطبعا متاحة للتحميل باكتر من لغة تسهيلا على كل الجمهور وكل عناصر اللعبة علشان محدش يبقى عنده سؤال ويجي يقولهم ايش معنى وليه هتلاقي مدة ايقاف محددة لكل عقوبة علشان كل الاجابات تبقى واضحة قدامك كمشجع قبل حتى ما العقوبة تعلن بشكل رسمي ولو دخلت على موقع الاتحاد الوفريكي لكرة القدم هتلاقي برضو لايحة الانضباط وبتجاوبك تقدر تبعد تظلم امتى وايه هي الحالات اللي تبعد فيها تظلم وبيتناقش في وقت قد ايه فالوضوع بسيط جدا طالما انك عارف انك ما عندكش غير معيار واحد بس وهو العدل اللي بتطبقه على كل الاندية في السواب وفي العقاب فمش هتبقى مقلق من اي حاجة وهتبقى كل حاجة واضحة ومش هتلاقي ناس كتيرة تيجي تقولك اش معنى وليه وطالما انت ما عندكش معايير غير العدل في القرارات اللي بتاخدها واتطبقها على كل الاندية من غير اي اغتلاف ولا تفرقة هيبقى قلبك جامد ومش هتبقى مقلق من اي تحرك بيحصل من نادي او جمهور ازاي ممكن تتخيل ان عقوبة على وقع حصلت من 3 شهور وتاخد فيها قرار قبل مقش مهم زي سوبر الاهل والزمالك متخلقش جدل جماهير ايه اللي ممكن تكون بتدرسه لجنة لمدة 3 شهور علشان تاخد قرار اذا كان كهرباء غلطان او اي لاعب بشكل عام طالما حققت مع اللاعب نفسه وشافت تقرير الحكم وتقرير المرائب ودرست فيديوهات في الامارات من كام يوم كان فيه مقش مابين العين والوصل في سيمي فاينال كاس الرئيس حصلت خناءة مابين اللعيبة في خلال كام يوم لبنة الانضباط طلعت عقوباتها على اللعيبة اللي شاركت في الموضوع الموضوع بسيط جدا لعيب غلط انت بتعبه مش محتاج وقت طويل ولا محتاج كل الفيزياء دي علشان تحط نفسك في موقف سعر في مصر كلامنا عن القورة هو الكلام عن كل حاجة ما تخصش اللعبة نفسه كلامنا بيدور حوالين اي حاجة ما بتحصلش جوه الملعب رغم ان احنا مفترض نتكلم عن اللي بيحصل جوه الملعب والسبب ان المصطرة مش واحدة فدايما فيه مشاكل ودايما فيه حاجات ممكن نرغي فيها بالساعات بعيدا عن الفنيات اللي بتحصل جوه الملعب ليه الحكم حسب دي وما حسبش دي رغم انها نفس اللعبة ليه الفار ما كانش موجود في مطشاط الدوري وكان موجود في دورة رمضانية ليه اللي استوديوهات التحليلية فيها نجوم من فريق معين وما فيهاش نجوم من الفريق المنافس كل دي اسئلة بنفضل نسألها كل جولة في الدوري وهكذا وهكذا دايما هنلاقي مجالات واسعة للمناقشة في كل حاجة تخص الكورة لكن نادرا لما هنتكلم عن اي حاجة بتحصل جوه الملعب اشتركوا في القناة